نستكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة وهو نهاية دالة عند المالة نهاية انا لو اعطي تعود مباشر يا شباب الاقي الكلام ده مالة نهاية قصة ربعة بمالة نهاية واحد زائد مالة نهاية يبقى الناتج بمالة نهاية على مالة نهاية لها كمية غير معينة خلاص اقدر اقول ان ده ما هيبقاش لها نهاية ليه؟ لأن درجة البسط اكبر من درجة المقام لكن خلاني مش معاها واحدة واحدة كده لما الاكس تقول الى مالة نهاية اكبر قس في البسط والمقام هو اكس قصة ربعة فهقسم فوق على اكس قصة ربعة واقسم المقام على اكس قصة ربعة الكلام ده هيساوي limit البسط بقى واحد والمقام واحد على اكس قصة ربعة زائد واحد على اكس لما الاكس تقول الى مالة نهاية هيساوي البسط واحد والمقام واحد على مالة نهاية زائد واحد على مالة نهاية اتفقنا أي عدد على مال نهاية بصفر يبقى كامدة 1 على صفر و1 على صفر بيساوي مال نهاية يبقى does not exist أو مالهاش مالهاش نهاية ليه؟ لأن من الأول خلاص درجة البسط أكبر من درجة المقام ناخد مثال تاني نفس الكلام هنا درجة البسط بتلاتة درجة المقام بتلاتة يبقى أنا متأكد في الآخر النهاية بتاعتي هتبقى غير موجودة وبتساوي مال نهاية طبعا لو عوضت هديني مال نهاية على مال نهاية الكمية الغير معينة فهقسم على أكبر قص أكبر قص في البسط في المقام هو x تكيب لما أقسم ده على x تكيب بواحد لما أقسم ده على x تكيب يبقى 2 على x تربيع زائد 1 على x تكيب على لما أقسم على x تربيع يبقى 1 على x ناقص 1 على x تربيع زائد 3 على x تربيع على x تكيب لما ال x تقول إلى مال نهاية هتسابر 1 زائد 2 على مال نهاية زائد واحد على مالة نهاية واحد على مالة نهاية ناقص واحد على مالة نهاية زائد واحد على مالة نهاية زي ما قلت لك أي عادة على مالة نهاية بكام بصفر يبقى ناتج بسط هيساوي واحد والمقام هيساوي صفر اللي هي بتساوي مالة نهاية يبقى لا يوجد نهاية نشوف اللي قدامنا دي اللي قدامنا دي لو عوضت ديني مالة نهاية على مالة نهاية درجة البسط بكام بخمسة ودرجة المقام بكام بخمسة يبقى الناتج في الاخر هيساوي معامل درجة البصل هو 2 على 11 نشوف مع بعض حسب القادة اللي قلت له هقسم على اكبر قص مين اكبر قصة عندي x قصة 5 فلما أقسم على x قصة هيساوي 2 10 على x قصة 4 1 على x قصة 4 على لما أقسم على x قصة 5 هيبقى 11 نقص 10 على x قصة 5 عوض عن كل x بما انها بقى 2 زائد عشرة على ما لنهاية زائد واحد على ما لنهاية حداشر نقص عشرة على ما لنهاية. اي حاجة على ما لنهاية بصفر يبقى ناتج في الاخر بيساوي نتجي بيساوي اتنين على حداشر يبقى يوجد نهاية. طيب نهاية الجزر التربيعي الاكس تربيع زائد واحد. هعوض تعويض مباشر هديني الجزر التربيعي لمالة نهاية تربيع زائد واحد اللي هي جزر مالة نهاية زائد واحد اللي هي جزر مالة نهاية وجزر مالة نهاية بمالة نهاية يبقى does not exist الحقيقة دي مش على الشغل بتاعنا او الحالة اللي احنا قلناها لكن ده تمرين على لما نهاية الدلة عند المالة نهاية اخر مسألة الجزر التربيع الاربعة اكس تربيع زائد اكس على اكس زائد واحد لا عوض تعويض مباشر هيبقى الجزر التربيع اربعة مالة نهاية تربيع زائد مالة نهاية على مالة نهاية زائد واحد البسط هيساوي مالة نهاية على مالة نهاية كمية غير معينة محدش اقول لاش اشيل مالة نهاية مالة نهاية تساوي واحد محدش اقول لي مالة نهاية على مالة نهاية بواحد لا مالة نهاية كمية غير ايه كمية غير معينة هعمل إيه هنا هاقسم على أكبر قصة في البسط وأكبر قصة في المقام أكبر قصة في المقام 1 طب أكبر قصة في البسط محدش يقولي 2 هي x تربيع صحيح بس موجودة تحت الجزر يبقى x تربيع جزرها بكام بx يبقى أنا هاقسم كل حد من حدود على x هيبقى هنا x على x زي 1 على x طيب أنا هاقسم على x آه لكن لما خشجوه الجزر أقسم على x تربيع هيبقى 4 x تربيع على اكس تربيع زائد اكس على اكس تربيع هتساوي لمد الجزر التربيع اكس تربيع مع الاكس تربيع باربعة زائد واحد على اكس على اكس على اكس بواحد زائد واحد على اكس ده امتى لما الاكس تقول الى مال نهاية عود ضعق عن كل اكس بمال نهاية هيبقى الجزر التربيع اربعة زائد واحد على مال نهاية على واحد زائد واحد على مال نهاية واحد على مال نهاية بصفر واحد على مال نهاية بصفر تبقى جزر اربعة على واحد اللي هي اتنين على واحد اتنين على واحد دي لو حد واخد باله اللي هي معامل اكبر قصة فوق اربعة على معامل اكبر قصة بس دي اربعة اربعة فين تحت الجزر اللي هي جزر اربعة على واحد اللي هي اتنين على واحد يبقى يوجد نهاية وتساوي اتنين